بعد ما استعرضنا نوفا فور وعملنا عليه مراجعة كاملة هسيب لكو لينك المراجعة في وصف الموضوع بعد ما عملنا عليه مراجعة كاملة كان لازم نعمل موضوع مستقل الواحده عن الكاميرا 48 ميجا بيكسل ونستعرضها اكتر لعملنا فيديو مخصوص عن الكاميرا علشان نبين تفاصيلها اكتر وهي اصلا الاساس في الجهاز والنقطة التانية علشان احنا بناكل عيش تب اتهذر يا ابني يا زربة حبيبي لانه في الفيديو ده هنستعرض المواصفات الفنية للكاميرا والامكانيات اللي فيها وكمان هنستعرض صور ملتقطة فعليا بالكاميرا ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمله لايك وشير اعجاب ومشاركة ولو كنت مش مشترك في قناتي اعمل اشتراك او سبسكرايب وفعل زير التنبيهات علشان يوصلك كل جديد طيب هنتكلم مبدئيا عن مواصفات الكاميرا الفنية ونبدأ بعد كده نستعرض صور ملتقطة بيها ونبين قد ايه الكاميرا فعلا قوية بتاعت الجهاز ده ومختلفة عن السابق التلات كاميرات بالتوالي هم الكاميرا الاولى 48 ميجا بيكسل بفاتحة عدسة F1.8 الكاميرا التانية 16 ميجا بيكسل بفاتحة عدسة F2.2 والكاميرا التالتة 2 ميجا بيكسل بفاتحة عدسة F2.4 الكاميرا التالتة هي Depth Sensor بمعنى انها بطلقت Portrait Mode او انها بتخلي الجسم القريب من الكاميرا اكثر وضوح وهي خلفية الجسم ضبابية اللي هي في الايفون اسمها Portrait Mode وجود كاميرا بالضخمة دي 48 ميجا بيكسل يديك امكانية انك تعمل Digital Zoom قوي جدا ويديك امكانية انك بعد ما تلتقط الصورة تقدر كمان تعمل زوم عليها وتشوف تفاصيل في الصورة بعد ما تلتقطها طيب دي صور في الاضاءة العادية في اضاءة النهار بعد ما التقطنا الصورة بنعمل عليها Digital Zoom علشان نكبرها الى اقصى درجة ممكنة ونشوف التفاصيل بتظهر ازاي بعد ما تلتقط الصورة يعني ده كده بعد ما التقطنا الصورة وعملنا زوم على جزء معين بيكون في بيكسل طبعا بيكون الى حد ما في بيكسل ولكن ما تنساش كمان ان انت بتعمل زوم كبير جدا على صورة بمساحة كبيرة جدا وكمان بتقدر تشوف تفاصيل في الصورة بعد ما تلتقطها فدي حاجة جيدة جدا دي الصورة في الاضاءة النهارية هي هي نفس الصورة وعملنا زوم في مكانين مختلفين دي الصورة الجاية اضاءة اندور اضاءة غرفة عادية برضو يعني انت بتلتقط الصورة على بعد كبير علشان تلتقط المنظر كله الصورة كلها تبقى واسعة وبعد ما بتلتقطها بتعمل زوم بتظهر لك برضو تفاصيل ممتازة جدا تقدر الى حد ما زي ما قلنا فيها بيكسل ولكن ما زالت الصورة بنفس كفائتها توزيع الاضاءة كمان في الكاميرا رائع جدا بسبب وجود امكانية الHDR اللي هي وضع موازنة الالوان اللي بيقدر يميز المناطق اللي فيها اضاءة ساطعة من المناطق اللي فيها الاضاءة خافتة الى حد ما وبالتالي برضو بتحصل في النهاية على صورة جيدة جدا في كل الاحوال هنلتقط كمان صورة لجسم قريب نشوف الصور القريبة مش الصور البعيدة اللي بالشكل ده فدي مثلا صورة لوردة ملتقطة من قريب ولكن بعد ما التقطناها كمان بتعمل زوم فيها علشان تشوف بتقدر توصل بالزوم لحد فين يعني برضو مازالت الصورة جيدة جدا حتى بعد التكبير وفيها تفاصيل واضحة جدا الصورة الجاية لاضاءة ليلية فالاضاءة الليلية لا شك ك pounds ان الكاميرا فتحت العدسة فيها قوية ولكن لا شك كotann ان كمية الاضاءة اللي داخلها الكاميرا اقلب كتير وبالتالى كمان التفاصيل بتقل كتير عن الاول يعني تلاحظ البكسلز زيادة جدا عن الاول ولكن ما زالت برضو في تفاصيل بعد ما بتكبيرها بتلحظ يعني الصورة عريضة قد ايه وكمان بعدها بتكبر ما زال في تفاصيل كمان لخص توزيع الاضاءة ان الاماكن اللي فيها اضاءة متوهجة واضحة كويس بالنسبة للأماكن اللي فيها إضاءة خافتة الجزء الثاني هنتكلم عن أنه الكاميرا فيها تثبيت إلكتروني للصورة والأودبود بتاع الصورة هيبقى شكله إزاي بالتثبيت ده صورة ملتقطة فيديو ملتقط بالEIS بالإلكترونيك إيميج ستبليزيشن طبعا وظيفته الأساسية هي التثبيت للفيديو مش للصور تلاحظ على اليمين لما تعمل زوم كبير جدا ده كده بدون EIS بدون Electrical Image Stabilization وده بEIS بيبان أكتر قوي في الزوم لما تكون بتصور فيديو وعمل زوم تلاحظ قوي أن الصورة بتتهز لو ما فيش EIS وبالEIS بتتثبت كتير جدا ملاحظة الفيديو اللي بنعرضها حاليا مش ملتقطة بنوفا فور ولكن دي فيديوز لتوضيح إمكانية الإي إي إي إس اللي موجودة في نوفا فور ده فرق الفرق ما بين Optical Image Stabilization التثبيت البصري والتثبيت الإلكتروني فتلاحظ على اليسار التثبيت البصري والتثبيت الإلكتروني موجود على إيمين الصورة في فرقات بينهم طفيفة يعني إلى حد ما في بعض الاهتزازات في بعض الظروف التثبيت البصري بأعتقد أنه هو اللي بيدي أداء أفضل وفي بعض الأحيان الأخرى بيكون التثبيت الإلكتروني هو اللي بيدي أداء أفضل في الأخير أعتقد أنه الخارج النهائي لكلهما تقريبا واحد دول كاميرتين متسبتين على نفس المثبت وبيصوروا نفس المشهد بالزبط على جايروسكوب فالصورة المفروضة أن هي 100% والإيد المسكة الجهازين واحدة يعني أعتقد أنه التثبيت الإلكتروني إلى حد ما في بعض الأحيان بيبلي بلاء أفضل من التثبيت البصري والعكس في العموم دي الفرقات اللي بينهم الجهاز في العموم يستحق التجربة بشدة هسيبلوكو برضو لينك المراجعة اللي أنا عملتها على الجهاز بالتفصيل أتمنى تكونوا الفيديو عجبكم أتمنى تكونوا لقيتوا في معلومة مفيدة ما تنساش تشترك في قناتي وتعمل لايك وشير للفيديو لو عجبك وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله